توربينات خط النبيبي نوردستريم وون تتحول إلى محور نزاع طاقة بين ألمانيا وروسيا حيث اتهمت برلين موسكو باختلاق ذرائع لعرقلة تسليم توربين موجود في ألمانيا بعد إصلاحه في كندا المستشار الألماني أولاف شولتس وخلال تفقده للتوربين في مصنع سيمينس إينارجي في مولهايم الألمانية أعلن أن التوربين جاهز للتسليم في أي وقت التوربين موجود ويمكن تسليمه لا شيء يقف في طريق نقله إلى روسيا لا يتطلب الأمر سوى أن يقول مشغلو خط الأنابيب أنهم يريدون التوربين وأن يقدموا المعلومات الجمهورية الضرورية لنقله إلى روسيا وخفضت روسيا عمليات تسليم شحنات الغاز عبر نوردستريم وون منذ يونيو بحجة عدم تسلمها توربينا أرسل للصيانة في كندا ولكنه لم يصل بعد إلى وجهته النهائية ولطالما اعتبرت برلين ذلك مجرد ذريعة وقرار سياسي للضغط على أوروبا ورأى شولتس أن موسكو تبعث بذلك رسالة ملتبسة إلى العالم من خلال التشكيك في رغبتها في الوفاء بالتزاماتها على حد تعبيره متهما روسيا باستخدام الطاقة كورقة للابتزاز السياسي وفي مقابل الموقف الألماني الغاضب رد الكريمنال موضحا بأن شركة جازبروم المشغلة لنوردستريم وون ما تزال بانتظار وثائق تؤكد أن التوربين غير مشمول بالعقوبات وفي ظل هذه الأزمة اقترحت موسكو نقل الشحنات عبر نوردستريم 2 الذي أغلقته برلين على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا ولكن شولتس رفض المقترح ويقول الكريمنال أن العقوبات هي أصل المشاكل الفنية التي تتعرض لها البنية التحتية للغاز وبالتالي فإن أوروبا تعاني من التدابير التي تفريضها على روسيا